وإذ يرفع براهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوة خليل الله إبراهيم مع إذنه إسماعيل وهما يبنيان الكعبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويستكملان الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم من تمام العبودية والذل والافتقار لله تعالى فالعبد مهما كانت درجته ومهما كان عمله ينبغي أن يدعو الله أن يتقبل منه ويدعو عند العمل الصالح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويطلب التوبة والمغفرة دوما حتى بعد عمل الطاعات تأمل دعوة خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل مع أعظم الأعمال وهي بناء الكعبة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نستغفر عقب الصلاة ثلاثا لنجبر أي خلل حدث أو تقصير في صلاتنا ولكمال الانكسار والافتقار إلى الله تعالى وكما وصف الله تعالى المتقين بأنهم المستغفرين بالأسحار فهم بعد صلاة القنوط من الليل يستغفرون الله وكما أمرنا الله تعالى مع نهاية مناسك الحج في طواف الإفاظة أن نستغفره فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا